يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له وينهي مهامه ويمكن أن يفوض له البعض من صلاحياته هذا ما نصت عليه المادة الخامسة والتسعون من مسودة التعديل الدستوري هذه المادة الجديدة تقترح فيها لجنة الخبراء استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية ليكون سنداً له في ممارسة مهامه كما يمكن أن يحل محله عند حصول مانع له أو عند شغور منصب رئيس الجمهورية ليتولى المنصب لبقية الفترة الرئاسية وهنا مكمن خالاً فالكثير من الخبراء يقولون بأن نائب الرئيس يجب أن يسير مرحلة استثنائية حتى تجرى انتخابات وهذا ما معمول به في مختلف دول العالم أما أن يكمل عهدى رئاسية بأكمالها وهو ليس منتخباً قد يجر البلاد إلى حالات استثنائية أخرى مقترح نائب رئيس الجمهورية فرضته ظروف سابقة جعلت مؤسسات الدولة تعيش حالة فراغ حسب مراقبهم خاصة خلال فترة مرض الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ويرحب جزء من الشارع الجزائري اليوم باستحداث هذا المنصب الذي يرى أنه يضمن استمرارية مؤسسات الدولة هذا شيء جديد نديروه اللي كانوا يتكلموا فيه نفذو وشاف فيه صلح وشاف فيه حاجة مليحة منصب نائب رئيس الجمهورية ناتج عن حالة سابقة طرأت في النظام الماضي حينما مرض الرئيس المنتخب وفق مسودة الدستور فإنه في حال حدوث مانع لرئيس الجمهورية يتولى نائبه الرئاسة بالنيابة لمدة نقصها 45 يوما وفي حال استمرار المانع بعدها يتولى النائب رئاسة الجمهورية لبقية العهدة الرئاسية في حال يصبح مقترح نائب رئيس الجمهورية بند في الدستور سيكون سابقة في تاريخ النظام السياسي في الجزائر وسيبقى السؤال الأكبر يومها من سيكون على رأس هذا المنصب في ظل تجاذبات سياسية تعيشها البلاد منذ أكثر من سنة حسن جزيري قناة الغد الجزائر